ازايكم عاملين ايه وحشتوني معاكم جهان هنعمل مع بعض النهاردة الكبدة بالردة بجد طعمها خطير جدا وحلو ومميزة اوي هتعمليها في البيت بطريقة سهلة جدا ومسيطة ومش هتاخد منك لوقت ولا مجهود وقدمنا كمان صلقة التحينة وشوية بتنجان مقلب الشطة مش قادرة اقولك الطعم خطير قد ايه يلا بينا علشان اقولك انا عملت الكبدة بتاعتي ازاي هيكون معايا هنا كبدة بانيل انا غسلها كويس جدا بالخل واللمون وشطفوها بالمية بتاعتي وحطاها في المصف هيكون معايا جمان معلقة كبيرة من الخل ومعايا طوم مفروم ونص معلقة هريسة وفلفل وكمون وملح وفلفل اسر انا بحب احتفز في الفريزر عندي هنا بالشطة والفلفل الاغضر هنجيب بقى البولة بتاعتنا علشان ننزل فيها التوابل بتاعتي والخل انا هنا جبت البولة هنزل بقى بالطوم والتوابل الموجودة عندي وكمان هنزل بمعلاقة الخل الكبيرة هي دي هكون التدبيلة بتاعتي اللي هحط فيها الكبيرة تدبيلة سهلة جدا ومميزة وفتدي طعمة حلوة قوي للكبيرة انا بقى اقلب الكبيرة بتاعتي في التدبيلة بالشكل ده وهسيبها لمدة عشر دقيق هي مش محتاجة اكتر من كده بجد هيلة جدا ورحتها مش قادرة اقول لك حلوة قد ايه هنا بقى هنحضر الكبدة بتاعتي بعد ما قعدت عشر دقيق في التلاجة انا جبت هنا طبق عندي في ردة وهبدأ كده احط الكبدة بتاعتي في الردة وااغلفها كويس جدا الردة مفيدة جدا جدا وكمان الكبدة بالردة طعمها خطير كل الناس بتاعشق الكبدة البانيل ودربي بقى تعمليها بالردة في البيت بدل ما تشتريها من برا حاجة نضيفة ومضمونة وطعمها بيكون خطير وعملناها مع بعض وقلت لك التكات بقى لازم نخسل الكبدة كويس جدا بالخل واللمون علشان اللون هيكون فاتح معنا كده ونضيفة وكمان نتخلص من رحة السفارة بتاعة الكبدة انا اخلص بقى كل الكمية الموجودة عندي وأغلفها كويس جدا بالردة علشان نروح نقل الكبدة وهقولك كمان سر القلي هيكون معايا هنا طاصة صخنة فيها زيت وهنزل بشرايح الكبدة بتاعتي الكبدة مش بتاخد وقت خالص بعض الناس بيقولوا الكبدة ليه لونها بيغمق علشان انتي بتسبيها في النار كتير جدا لحد ما تجلد وتشد معيكي واللون يكون غامل هي الكبدة مش بتاخد سوا خالص يدوب كده تحمر معايا واللون يبقى كريسبي وهو ده اللون المطلوب بصي شكلها عامل ازاي بجدة خطيرة هنبدأ بقى نطلع الكبدة بتاعتنا وهنروح علشان نحضر صلاة التحينة هيكون معايا هنا بولة فيها معلقتين من التحينة وانا التحينة عامليها في البيت وعملتها معيكي قبل كده وهيكون معايا مية سخنة وكمان بولة تانية او كباية فيها معلقتين خللك بولة هضيف بقى زرة من الملح وكمان شوية من الكمون والشطة على التحينة بتاعتي لازم تعمل التحينة في البيت سهلة جدا ووسيطة وهسيب لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف انا هنا ضفت معلقتين من الخل على التحينة والتوابن وهقلبهم كويس جدا مع بعض كلما تقلبي هتحس ان القوام بتاع التحينة ابتدى يتقل معيكي هنضيف بقى المية بتاعتنا بالتدريج ولازم تكون المية سخنة جدا هبدأ هنا بقى اضيف المية بتاعتي لحد ما اخصل على القوام المطلوب اللي انا عايزينه وعايز اقولك بقى ان المطاعم الكبيرة مش بتعمل التحينة بالطريقة دي خالص لان طبعا لو عملتها بالطريقة دي هتكون تكلفة مادية عليها جدا بيعملوا ايه؟ بيخففوا التحينة وبيتقلوها بمعلقتين من الدين احنا بقى بنعملها في البيت بطريقة صحيحة وصحية وطعمها مميز وغني وكلها سمسم كده ومفيدة جدا تمام هو ده القوام المطلوب وبكده تكون التحينة بتاعتي جافت احلى صلة التحينة لأحلى طبق كبدة بالرد رصت القوام عامل ازاي؟ وانت بقى بتتحكمي فيه من خلال اضافة المية عايزها تبقى اتقل من كده هتقلل مقدار المية عايزها تخف هتزود المية انا هنا بقى فضيت التحينة بتاعتي في طبق التقديم وزينتها كده وبجد خطيرة حاجة تفتح النفس كده جنب الكبدة مش قادر اقولك هنا بقى الكبدة بتاعتنا بعد اما جهزت خالص حطناها في طبق التقديم ورشينا عليها شوية كده من البقدونس وكمان صلة التحينة وحبة من البتنجان المقلي المشطشط بجد مش قادر اقولك اكل هاي لقد ايه وبطعمها خطير شفتي كمان لون الكبدة بتاعتنا فاتح ازاي؟ وطرية وخطيرة وطعمها حلو جدا ومميز قل بجد يريد تجربيها وتعمليها في البيت وهتكل احلى طبق كبدة بالرد يريد لو وصفة النهاردة عجبتك ما تنسيش تعمليلي لايك وفعليلي زر الجرس وعملي شير كتير للفيديو علشان يوصل لك كل جديد وبالفهنة وشف اشتركوا في القناة